رئيس الوزراء يتبع تنفيذ تكلفات الرئيس السيسي بتعظيم القيمة المضافة للخامات وثروات التعدنية المصرية الجيش الصيني يكمل مهنه حول تايوين وبريطانيا تستدعي سفير الصين بسبب التصعيد الرئيس الأمريكي يؤكد أن تضخم في بلاده بدأ في الاعتدال ويطلب بمزيد من العمل لتيسير حياة المواطنين السادسة مساء بتوقيت القهرة الرابعة بتوقيت جريناتش نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري فهندكو عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبول اجتماعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين وخلال الاجتماع عرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء رندل منشاوي تقريرا حول متابعة سير العمل في تنفيذ المشروعات سواء ما يتعلق باستكمال تنفيذ المباني الحكومية ومنظومة رقمنة الوفائق الحكومية وأعمال المرافق والإنشاءات وشبكات البنية التحتية وفيما يتعلق بموقف تنفيذ مشروعات الحي الحكومي تمهيدا لانتقال الوزراء بصورة دائمة للعمل هناك أوضحت مساعد أول رئيس الوزراء أنه يتم حاليا الاستلام الابتدائي للوزراء والجهات بالحي الحكومي مع التشغيل الجزئي للخدمات لثلاث وثلاثين وزارة وجهة كما تم الانتهاء من شبكات المرافق والربط بالحي الحكومي واختبارها أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الدولة تستهدف من خلال التوسع في تنفيذ المزيد من المشروعات التعدينية وتعظيم الاستفادة من الثروات الطبعية التي تسخر بها مصر لدفع معدلات النمو الاقتصادية جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي مع وزيري الكهرباء والبترول وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع تم استعراض المقترحات الخاصة بالاستكشاف الوطني لمناطق وجود الذهب والعناصر المشعة كما تطرق الاجتماع لجهود تعظيم الاستفادة من القدرات البشرية والعلمية والتقنية والخبرات لكل من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وهيئة المواد النووية وذلك تنفيذا لتوجهة الرئيس عبدالفتح السيسي وكلف رئيس الوزراء بسرعة تسليم هيئة المواد النووية مخرجات المسح الجوية لمساحات من الاراضي الى الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية للعملية على الاستفادة منها وتحليل البيانات وإعداد تقارير خاصة باحتمالات تمركز معدني في الاماكن التي تم مسحها أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصفى مدبولي أهمية الاستفادة المثلة من موارد مصر الطبيعية ومن بينها الرمال البيضاء والكوارتز عبر تعظيم القيمة المضافة لهذه الخامات ولفتها مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي في إطار التوجه نحو توطين صناعات أرقائق الإلكترونية بمصر جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لاستعراض آليات وحوافز الاستثمار بخامات القوارتز ورمال البيضاء ذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي كما تطرق الاجتماع إلى قيام الهيئة العامة للإستثمار بالتنصيق مع الجهات المعنية التابعة لوزارة البترول بدراسة آليات تحفيز القطع الخاص وتقديم حوافز الاستثمار بمجال إنشاء تجمعات صناعية لخام الرمال البيضاء هذا وتعد الرمال البيضاء المادة الخام لعنصر السيليكون عصب تطور التكنولوجي والخام الرئيسي في صناعة الخلايا الشمسية والرقائق الإلكترونية وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بوضع خطط تنفيذية بكل محافظة لمتابعة إجراءة ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والأندية ومركز الشباب وخلال ترأسه اجتماع مجلس المحافظين أشار مدبولي إلا أن تداعية الأزمة العالمية راهنة استوجبت اتخاذ العديد من الإجراءات لتقليل حدتها وأوضح رئيس الوزراء أنه تم عقد أكثر من اجتماع مع مسؤولي وزارتي الكهرباء والبترول لمناقشة الإجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا الشأن وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الدولة المصرية تتخذ كل ما في وسعها من إجراءات بغرض التعامل بقدر الإمكان مع هذه الأزمة غير المسبوقة وفي هذا الإطار كانت توجيهات رئيس عبدالفتاح السيسي بإطلاق حزمة اجتماعية استثنائية تم التوافق عليها إلى جانب دعم مختلف قطعات الدولة وفي سياق آخر كلف رئيس الوزراء المحافظين ببدء العمل بالمبادرة الرئاسية للتشجير والمعنية بزرعة مئة مليون شجرة من خلال القيام بحملة تشجير موسعة على جانبي الطرق السريعة كما وجه رئيس الوزراء بأن تقوم كل محافظة بتبني فكرة إنشاء حديقة مركزية بعواصم المحافظات والمدن الكبرى لتوفير رئة خضراء بمساحة كبيرة للمواطنين بهذه المدن والمناطق الأمر الذي يسهم في أحداث نقلة نوعية حضرية بكل مدينة شهد الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقائع الندوة الرئيسية لهيئة التدريب للقوات المسلحة بعنوان دور العلم والتكنولوجيا في الحرب الحديثة تأتي تلك الندوة في إطار متابعة القيادة العامة للقوات المسلحة المستمرة لكافة الأنشطة العلمية والبحثية التي تتم بكافة هيئات وإدارات القوات المسلحة تضمنت الندوة جلستين الميتين تناولات عددا من الموضوعات في مجالات حرب المعلومات والهجمات السبرانية وأنظمة الطائرات الموجهة بدون طيار بواسطة عدد من الخبراء والمحللين الاستراتيجيين وأساتذة الجامعات والمختصين من القوات المسلحة خلصت الندوة إلى ضرورة الاستفادة من تطور التكنولوجي الهائل والمستمر في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني ودورهما بالمعارك الحديثة فضلا عن الاستفادة من دراسات الخبراء بمجال الطائرات الموجهة بدون طيار ارتباطا بتنامي التحديات الحالية والمستقبلية التي تواجه الأنظمة العسكرية عالميا وحشد الطاقات لمجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الأسمية وتمكنت الحملة خلال 24 ساعة من ضبط 443 قضية تموينية بمضبطة بلغت أكثر من 244 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلعي الاستراتيجية والاستلاء على السلع المدعومة تم ضبط أكثر من 107 أطنان وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط قرابة 37 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 738 قضية من بينها 180 قضية خبز ناقص الوزن و178 قضية خبز غير مطابق للمواصفات وفي مجال ضبط مخالفات التلعب بمنظومة توريد وتدول القمح المحلية تم ضبط قرابة 6 أطنان أقمح محلية تنظم أكاديمية الشرطة دورات تدريبية لعدد 133 متدربا من الدول الإفريقية بعدد من المجالات الأمنية يأتي ذلك بالتنصيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارات الخارجية برامج تدريبية وتعليمية متطورة يطلقها الكوادر الأمنية الأفريقية داخل المشاءات التدريبية والتعليمية الأمنية المصرية في إطار حرص وزارة الداخلية على دعم القدرات الأمنية للأشقاء لا فارقة لتحقيق الأمن والاستقرار لشعوبهم من هذا المنطلق استضاف مركز بحوث الشرطة 133 كادرا أمنيا أفريقيا تلقوا برامج تدريبية في مختلف مجالات العمل الأمني مواكبة لأحدث مستجدات الدورات التدريبية جاءت بتنصق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية وفي إطار الدعم المتواصل الذي تقدمه مصر للأشقاء لا فارقة لدعم قدراتهم الأمنية بأسلوب علمي متطور على يد نخبة من الخبراء والمختصين في كافة المجالات الأمنية عمليا ونظريا لن تجد تدريبية على كيف تدريبية في جنة التنمية بأسلوب علمي مجالات التدريبية وشكل كيف تدريبية في العمل المتطورات التدريبية في جنة التنمية من خبراءات المتطورة والمتقدمة التي توحيلنا أن نكون سفراء لكم إن شاء الله عند عودتنا إلى ديارنا المتدربون من الكوادر الأمنية الأفريقية أسنوا على البرامج التدريبية الأمنية المصرية وعلى المدربين ومهاراتهم واحترافيتهم مؤكدين على دور تلك البرامج في رفع كفاءتهم الأمنية التي تسهم في تحقيق الأمن في بلدانهم موسيقى 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 عقب انتهاء الضورات التدريبية أقيمة احتفالية للكوادر الأمنية الأفريقية بمناسبة تخريجهم مع تكريم أوائل المتدربين Police Academy for the provisions they have made for us The environment, the comfort, the efforts that are put together to make sure that we have this cause And finally, I have to thank the Minister of Foreign Affairs It's been interesting, and this course is worthwhile First, I thank the Egyptian people, and the President, and the Excellency Abdel Fattah Al-Sissi المترجمات للمترجمة نانسي قنقر قال الجيش الصيني أنه أكمل مهام مختلفة حول تايوان لكنه سيجري دوريات منتظمة في إشارة إلى احتمال أن ينهي مناورات حربية استمرت أياما لكن مع استمرار ضغط بكين على الجزيرة ومددت الصين أكبر تدريبات تجريها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد أربعة أيام كانت مقررة في الأصل لهذه التدريبات ردا على زيارة رئيسة مجلس أنواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايوان الأسبوع الماضي شملت تدريبات الأسبوع الماضي إطلاق سواريخ باليستية مر بعضها فوق تايب هي عاصمة تايوان ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة رصد مراقبون نحو عشرين سفينة صينية وتايوانية بالقرب من الخط الأوسط الفاصل لمضيق تايوان يتزمن هذا مع المناورات التي تجريها بكين والتي قالت إنها مستمرة حول الجزيرة بينما تستعد تايبي لإجراء مناورات عسكرية الخميس للتدريب على تصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة لا تزال تداعيات زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي إلى تايوان الأسبوع الماضي تلقي بظلالها على الأزمة بين تايوان والصين حيث وصلت سفن البحرية تابعة لبكين تدريباتها قبلة السواحل الشرقية والغربية لتايوان ومددت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة إلى ما بعد الأيام الأربعة التي كانت مقررة في الأصل حيث تضمنت التدريبات إطلاق الصواريخ فاليستية مر بعضها فوق العاصمة تايبي ومحاكاة لهجمات بحرية وجوية في الأجواء والمياه المحيطة بتايوان تسجيل مصور بسهد الفيزيون الصيني المركزي الحكومي أظهر طائرات مقاتلة صينية تتزود بالوقود في الجو وسفن تابعة للبحرية فيما قالت إنها تدريبات حول تايوان وقالت قيادة العمليات الشرقية لجيش التحرير الشعبي الصيني إن التدريبات ركزت على عمليات الحصار وإعادة الإمداد اللوجستي وبينما ظلت نحو عشرين سفينة تابعة للبحرية الصينية والبحرية التايوانية قريبة من الخط الفاصل لمضيق تايوان وهو منطقة عازلة غير رسمية تفصل بين الجانبين قالت وزارة الدفاع التايوانية إن جيشها على أهبة الاستعداد للحفاظ على أمن البلاد وإنها ستجري منورة عسكرية خميس للتدريب على التصدي لأي هجوم محتمل على الجزيرة أعلنت الصين أن تايوان جزء من أراضيها وأن بكين تجري تدريبات عسكرية عادية في المياه المقابلة لأراضيها بطريقة مفتوحة وشفافة ومهنية وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية وان وين بين إن الإدارات المعنية أصدرت أيضا إعلانات في الوقت المناسب بما يتماشى مع القانونين المحلي والدولي استدعت وزيرة الخارجية البريطانية ليستراس سفير الصين لدى لندن ليقدم تبريرا للتصرفات بكين تجاه تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بلوسي وقالت تراس في بيان إنها أصدرت تعليمات للمسؤولين باستدعاء سفير الصينية لشرح تصرفات بلاده حول تايوان والتي قد تهدد السلامة والاستقرار في المنطقة وأجرت الصين أكبر مناوراتها على الإطلاق حول الجزيرة المتمتعة بالحكم الذاتي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها بعد زيارة بلوسي وأوضحت رأس أن المملكة المتحدة تحصو الصين على حالي الخلافات بالطرق السلمية دون تهديد أو استخدام القوى يعقد مجلس جامعة الدول العربية غداً اجتماعاً على مستوى المندوبين دائمين بطلب من أوكرانيا يأتي ذلك لبحث آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود الوساطة العربية لإنهاء الأزمة ومن المقرر أن يوجه المبعوث الخاص لأوكرانيا لشؤون الشرق الأوسط وإفريقيا السفير ماكسيم صبح كلمة إلى الاجتماع عبر فيديو كونفرنس ينتظر أن يتناول خلالها آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية وجهود إنهاء تلك الأزمة شدد رئيس الأوكراني فولاديمير زيلانسكي أن القرم أرض أوكرانية وأنه لن يتخلى عنها أبداً وأكد زيلانسكي أن بلاده لن تنسى أن السيطرة على شبه جزيرة القرم كان بداية العمليات العسكرية الروسية بأوكرانيا مضيفاً أن العالم بدأ يدرك أنه كان مخطئاً عام 2014 عندما قرر عدم القيام بالرد بكل قوته على سيطرة القوات الروسية على شبه جزيرة القرم وأوضح زيلانسكي أن الحرب يجب أن تنتهي بتحرير شبه جزيرة القرم أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الانفجارات التي وقعت بالقرب من منتجعات بشبه جزيرة القرم ناجمة عن انفجار سلسلة مخازن الطائرات وليس عن هجمات وأوضح مسؤولون أن ما لا يقل عن 12 فجاراً وقع في قاعدة ساكي الجوية على السحل الغربي للشبه الجزيرة وهو ما أصفر عن مقتل شخص واحد على الأقل كانت صور قد التقطها أمس الأقمار الصناعية للقاعدة الواقعة على البحر الأسود أظهرت أن نحو 24 طائرة مقاتلة تتوجد على مدرج القاعدة منها طائرات من ترى سخويس 24 وسخويس 30 وجهت أوكرانيا اتهاماً لروسيا باستغلال موقعها في محطة للطاقة النووية استولت عليها واستهدف بلدة قريبة بهجوم صاروخية أدى إلى مقتل 13 على الأقل وإصابة الكثيرين بجروح خطيرة وتبادلت كييف وموسكو لاتهامات بتعريض سلامة محطة زابوروكية للطاقة النووية المحطة الضخمة الأكبر بأوروبا للخطر من خلال تبادل الهجمات على مقربة منها وحث المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الدرية رافايال جروسي الجانبين على ممارسة ضبط النفس محذراً من خطر حقيقي جداً لحدوث كارثة نووية أعلنت كييف عن مخطط روسي لربط محطة زابوروكية النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القربة ويأتي هذا في الوقت الذي يناقش فيه مجلس الأمن الدولي غداً الخميسة الوضع في محطة زابوروكية النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة قصف تبادلت كييف وموسكو تهمات حوله فيما تتزايد التحذيرات من مغابة حدوث كارثة نووية في أوكرانيا كشفت الشركة المشغلة للمحطة النووية الأوكرانية إنرغواتوم أن القوات الروسية تستعد لربط محطة زابوروكية النووية جنوب شرق أوكرانيا بشبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو في عام 2014 محذرة من أن إعادة توجيه إنتاج المحطة من الكهرباء يهدد بإلحاق الضرر بها ومحطة زابوروكية النووية هي الأكبر في أوروبا وقد سيطرت عليها القوات الروسية في بداية العملية العسكرية في أوكرانيا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي وتقع بالقرب من القرم وتضم ستة مفاعلات من أصل 15 تملكها أوكرانيا وهي قادرة على توفير الطاقة لأربعة ملايين منزل وبينما تبادلت كييف وموسكو اتهامات بقصفها يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس الوضع في محطة زابوروكية النووية حيث سيتلقى المجلس إحارة من المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الزرية رافايل جروسي حول آخر التطورات بشأن محطة الطاقة النووية التي تعرضت لبعض الأضرار نتيجة للقصف ولكن يعتقد أن البنية التحتية الحيوية سليمة وتسير التطورات في المحطة النووية الكبرى ما خوف العالم من تكرار كارثة مفاعل شرنوبل الذي انفجر في أوكرانيا ابنى العهد السوفيتي مما أودى بحياة عشرات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر وأحدث تلوسا إشاعيا ضخما لم ينتهي إلى يوم هذا أوضح وزير الدفاع الأمريكي لايد أستن أن بلاده تقود تحالفا من خمسين دولة لدعم أوكرانيا عسكريا وأضاف أستن خلال مؤتمر صحفي على هامش زياراته إلى لادفيا أن أي اعتداء على أي عضو في حلف الناتو بمثابة اعتداء على باقي الأعضاء مشيرا في الوقت نفسه إلى أن واشنطن ستواصل تقديم الدعم العسكري لأوكرانيا اتفقت الماغر وستوفاكيا مع أوكرانيا على استئناف إمدادات النفط الروسي عبر خط أنابيب مر بالأراضي الأوكرانية في الأيام المقبلة يأتي ذلك بينما تواصلت العمليات والعسكرية الروسية في مناطق متفرقة في أوكرانيا وكانت شركة ترانس نفط الروسية أفادت بأن شركة أوكر ترانس نفط الأوكرانية قد أوقفت في الرابع من أغسطس الجاري ضخ النفط الروسي عبر الفرع الجنوبي من خط أنابيب دروكبا المتوجه إلى الماجر واتشيك وسلوفاكيا حيث لم يتمكن الجنوب الروسي من دفع رسوم العبور لأسباب فنية تعود لعقوبات الاتحادي الأوروبي ضد موسكو صرح وزير الاقتصاد أسلوباكيا ريتشارد سوليك بأنه من المتوقع استأنف شحنات النفط من روسيا عبر الأراضي الأوكرانية إلى عدة دول أوروبية خلال وقت قصير من حل مشكلة مدفوعات العبور كانت شركة ترانس نفط الروسية المشغلة لخط الأنابيب أعلنت أنها أوقفت الشحنات عبر الفرع الجنوبي لخط أنابيب النفط دروكبا الذي يتضفق عبر أوكرانيا إلى جمهورية تشيك وسلوفاكيا والمغر أوضح الوزير السلوفاكي أن المدفوعات ستسدد من قبل شركة التكرير السلوفاكية صاف نفط بعد أن اتفق الجانبان الروسي والأوكراني على الحل مشيرا إلى أن شركة صاف نفط مملوكة لمجموعة مال الطاقة بالمغر موسيقى قال رئيس الأمريكي جا بايدن أن التضخم يظهر علامات على الاعتدال لكن هناك حاجة إلى مزيد من العمل لجعل معيشة المستهلكين أكثر يسرا وأشار بايدن إلى أن التضخم وصل إلى سفر بعد تقرير يظهر أن تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة استقر في يوليو بسبب هبوط حاد في تكلفة البنزين وضف الرئيس الأمريكي أن إدارته ترى بعد الإشارات إلى أن التضخم ربما يبدأ في الاعتدال تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بالولايات المتحدة إلى ثمانية ونصف بالمئة خلال يوليو من مستوى تسعة واحد من عشر بالمئة بيونيو الماضي جاءت الأرقام أقل من توقعات المحللين ثمانية وسبعة من عشر بالمئة هذا وقد سجلت العقود الآجلة المؤشر داو جونز ارتفاعا بأربعمائة نقطة بعد صدور تقرير التضخم الأمريكي تستعد المملكة المتحدة للبدء في خطط الطوارئ في يناير المقبل بقطع الطيار الكهربائي لمدة أربعة أيام كجزء من خطط الطوارئ الشتوية هذا وتفاقمت المخاوف من تقنين الوقود الشتوي عندما هددت النرويج بالحد من صادراتها إلى المملكة المتحدة وأوروبا الشتاء القادم وعلنت الحكومة النرويجية أيضا عن قواعدة جديدة تحد من بيع الطاقة للدول الأجنبية في وقت سابق تواقه بريطانيا في فصل الشتاء عجزا في الطاقة الكهربائية بمقدار سوتس إجمالي الطلب حتى بعد تشغيل محطة الفحم الطارئة وتعتبر الحكومة هذا الاحتمال أسوأ سيناريو معقول وتخطط المملكة المتحدة لقطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل خلال فصل الشتاء مع استمرار أزمة نقص الغاز في عدد من دول العالم وأكد موقع بلومبرغ نقلا عن مسؤولين حكوميين إن المملكة المتحدة قد تحتاج إلى اتخاذ إجراءة طارئة للحفاظ على الغاز في يناير المقبل من بينها قطع منظم للكهرباء في المصانع وحتى المنازل مما يؤدي إلى المزيد من التضخم وذلك بعد إعلان روسيا وقف إمدادات الغاز مصدر حكومي أوضح أن بريطانيا قد تضطر إلى الاعتماد بشكل متزايد على شحنات الغاز القادمة عبر خطوط الأنابيب الأوروبية رغم أن إمداداتها ستكون ضعيفة مع تقييد روسيا للتدفقات مشيرا إلى أن هذا الأمر يمثل معضلة بالنسبة للمملكة المتحدة التي لديها ساعة تخزين محلية محدودة جدا ويقول مسؤولون إن دول أوروبا ستواجه أزمة عويصة حسب تعبيرهم في فصل الشتاء بعدما بدأت روسيا تخفيض تدفقات الغاز يأتي ذلك فيما دخلت خطة الغاز الطارئة للاتحاد الأوروبي التي تهدف لزيادة استعداد التكتل لاحتمال وقف إمدادات الغاز الروسية حيز تنفيذ الفترة المقبلة وبموجب الخطة يتعين على دول الاتحاد الأوروبي أن يخفض استهلاكهم من الغاز ضواعية بنسبة 15% وذلك خلال أول من أغسطس وحتى الحادي والسلاسين من مارس مقارنة بمتوسط الاستهلاك في نفس الفترة خلال الخمس سنوات الماضية وبحسب بيانات المفوضية الأوروبية سوف يتم توفير ما مقداره 45 مليار متر مكعب من الغاز لبلوغ الهدف المحدد قالت وزيرة الطاقة النمسوية ليانور جويسلر إن هناك ما يكفي من الوقود بالبلاد وأن مستوى الاحتياطات كاف بالرغم من الانقطاعات المؤقتة لمصف التكرير بالنمسا وجمهورية تشكة يأتي ذلك بالإضافة إلى إغلاق مصفات التكرير بالعاصمة المجرية بوتابست وقالت الوزيرة في تصريحات لها إن هذه الإغلاقات تهدف إلى إجراء إصلاح شامل لكنها أثرات على سوق الوقود المحلي وسط زيادة الطلب حيث ارتفعت مبيعات الوقود بالسوق بنسبة 20% أكدت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات روسيا من الغاز الطبعية عبر قطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة هبطت حوالي 40% في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنتا مع الفترة نفسها في عام 2021 وأضافت الوكلة الحكومية أن الصادرات في منتصف يوليو 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا وهو أدنى مستوى في حوالي 40 عاما وللمزيد في سياق التقرير الأبتالي لأدنى مستوى في أربعة عقود تهبط صادرات روسيا من الغاز الطبعية عبر خطوط الأنابيب إلى الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة في الأشهر السبعة الأولى هذا العام مقارنة مع الفترة نفسها في 2021 إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أشرت إلى أن الصادرات في منتصف يوليو 2022 تراجعت إلى 1.2 مليار قدم مكعب يوميا في غدون ذلك أعلنت وزارة التحول البيئي الإيطالي أن روما في وضع أفضل من دول أخرى بينما يقترب الشتاء بعد أن أبرمت اتفاقات مع دول منتجة للغاز الطبعية في أفريقيا وزادت بشكل كبير مغزوناتها من الغاز الوزارة الإيطالية أعلنت أن خزنات الغاز في إيطاليا مملوئة بنسبة 75% وتتجه للوصول إلى مستوى 90% الذي تستهدفه البلاد قبيل الشتاء وأضافت وزارة التحول البيئي الإيطالي أنه بموجب اتفاقية توصلت إليها دول الاتحاد الأوروبي في يوليو ستخفض إيطاليا استخدام الغاز بمقدار 5 مليارات متر مكعب هذا العام هذا وقد حصلت إيطاليا على 40% من مجمل وارداتها من الغاز العام الماضي من روسيا وتسعى جاهدة لخفض اعتمادها على الغاز الروسي وكانت الخطط الأوروبية التي تطالب الدول الأعضاء بخفض استهلكها من الغاز بنسبة 15% قد دخلت حيث التنفيذ لتعامل مع أزمة أسعار التقة التي أثرتها الأزمة الروسية الأوكرونية وقال مجلس الاتحاد الأوروبي إن الهدف من خفض الطلب على الغاز هو تعزيز الاحتياطي قبل الشتاء من أجل الاستعداد لانقطاع محتمل في إمدادات الغاز من روسيا صلطت صحيفة فينانشل تايمز البريطانية الضوء على أزمة طاقة ناشئة تعاني منها النرويج خلال العام الجاري وأدى التقس الجاف الذي ساد البلاد إلى خفض إنتاج الطاقة الكهرمائية ومن ثم زيادة الضغوط لخفض صادرة الكهرباء وقالت الصحيفة إن البلد الأوروبي محظوظ من جوانب كثيرة حيث يزداد الطلب بشكل كبير على موارده الوفيرة من النفط والغاز خاصة منذ اندلاع الأزمة بأوكرانيا نظراً لامتلاكه أنهاراً وخزانات عديدة بجميع أنحاء أراضيه الشاسعة مما جعل أكثر من 90% من احتياجاته من الكهرباء تأتي من خلال الطاقة الكهرمائية الخاصة وأصبح يعاني من أزمة حقيقية باتت تؤثر على كل مناحي الحياة فيها أعلن الاتحاد الأوروبي أن على ألمانيا خفض استخدام الغاز بعشرة مليارات متر مكعب لمواجهة النقص في إمدادات الغاز الروسية هذا وقررت الحكومة الألمانية تخفض الإضاء ليلاً في شوارع العاصمة برلين توفيراً للطاقة لا تزال الدول الأوروبية تتأثر بالعملية العسكرية الروسية على أوكرانيا إما بسبب النقص القامحة أو قرار روسيا بتخفيض تصدير الغاز إلى الاتحاد الأوروبي فبينما تسيطر المخاوف على أوروبا من إقدام روسيا على قطع إمدادات الغاز عنها تواقه ألمانيا موقفاً عصيباً قد يضطرها إلى مجارات الحلفاء الغربيين الذين يطالبون بتجديد العقوبات المفروضة على موسكو بسبب عملياتها العسكرية على أوكرانيا الحكومة الألمانية أكدت أن المستشار شالتز لا يفكر في التراجع عن فرض العقوبات على روسيا حتى مع توقع ارتفاع تكلفة الطاقة بشكل أكبر برلين أكدت وقوفها بحزم مع أوكرانيا رغم الإقرار بالصعوبات التي تلوح في الأفق ألمانيا بين خيارين كلاهما مر الأول هو اعتمادها شبه الكامل على الغاز والنفط الروسيين مع عدم توافر بدائل أخرى والآخر هو أن تدعم أوكرانيا استجابة لسياسة التحالف الغربي للضغط على روسيا اقتصادياً الأزمة التي تمر بها ألمانيا دفعت الحكومة لأن تطلب من الشعب بتوفير 20% على الأقل من استخداماتهم للطاقة لتجنب نقص الغاز بحلول ديسمبر بسبب انخفاض واردة الغاز الروسية أعلنت برلين أن ألمانيا ستتبنى سلسلة إجراءات ضريبية بقيمة 10 مليارات يورو بـ 2023 لمساعدة العمال على مواجهة التضخم المتصاعد أعلن وزير المالية الألماني كريستان لندلير عن تبني هذه الإجراءات بينما بلغ معدل التضخم بألمانيا 7.5% بيوليو الماضي قال لندلير إن حزمة الإجراءات هذه تمثل بشكل خاص في رفع الصقف الذي سيطبق عليه الحد الأقصى لمعدل ضريبة الدخل البالغ 42% وزيادت قيمة المساعدات العائلية مشددا على أن الحكومة طرت للتحرك بمواجهة ارتفاع الأسعار ولسيما أسعار الطاقة أعلن مكتب الأحصاء الوطني في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة أقل من المتوقع تقدر بـ 2.7% على أساس سنوية في شهر يوليو الماضي وهو أعلى مستوى له منذ يوليو 2020 وأكد مكتب الأحصاء الوطني في الصين أن أسعار الأغذية دفعت المؤشر للارتفاع فقد ارتفعت بنسبة 22.2% وأسعار الخضروات بنسبة 12.9% خلال الشهر الماضي كان مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 24.2% في يوليو على أساس سنوية وتعد هذه أقل زيادة يتم تسجيلها موز فبراير 2021 أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ضرورة تحمل الكتل السياسية لمسؤولياتها بحل موضوع انسداد السياسي بالعراق وشدد الكاظمي في بيان نشراه المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء على أنه لا خيار سوى الحوار لأنه الأفضل للشعب العراقي من الصدام يأتي هذا في الوقت الذي وصل فيه عدد من المتظاهرين أتصامهم بالمنطقة الخضراء وسط بغداد احتجاجا على مرشح الإطار التنسيقي لرئاسة الحكومة محمد شيع السودانية أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى القاظمي أن مدينة الموصل تعدون موذجا للتعايش وقال القاظمي خلال احتفالية وضع حجر الأساس لمشروع إعادة تأهيل مطار الموصل الدولي قال إن مشروع مطار الموصل الدولي هو مشروع استراتيجي مهم لأبناء المحافظة وسيعمل على تسهيل النقل وحياة المواطنين وشد القاظمي بجهود العاملين الذين عملوا وبذل كل قواهم لإعادة أعمار محافظة نيناوى والتقطيط لها نشرة السادسة مازالت متواصلة معكم ونتابع فيها جوتيريش يؤكد أن العالم بات يفكر لأول مرة منذ عقود في أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش أن هناك طريقة واحدة فقط للتأكد تماما من أن الحرب النووية مستحيلة وهي عدم وجود أسلحة نووية على الإطلاق جاء ذلك في تصريح أدل به الأمين العام للأمم المتحدة خلال اجتماعه مع وزيرة الخارجية المنغولية بالعاصمة أولام باتور وقال جوتيريش أن العالم بات يفكر لأول مرة منذ عقود أن الحرب النووية قد تكون ممكنة مرة أخرى نفى البيت الأبيض علم الرئيس الأمريكي جو بايدن مسبقا بمداهمة منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا واشدد البيت الأبيض على أن وزارة العدل تجري تحقيقاتها بهذا الشأن بشكل مستقل مضيفا أن الرئيس بايدن يؤمن بسيادة القانون واستقلالية وزارة العدل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه رفض الإجابة على أسئلة بالتحقيق المدني بنيويورك وتجري المدعية العامة لولاية نيويورك تحقيقا بشأن الممارسات التجارية لعائلته لمعرفة ما إذا كانت منظمة ترامب بالغت في تقدير قيم عقارة وكان ترامب قد نفى ارتكاب أي مخالفات واصفا التحقيق بأن له دوافع سياسية يصل وزير الخارجي الأمريكي أنتوني بلينكين في وقت لاحق من اليوم إلى جمهورية رواندا قادما من القنوة الديمقراطية وتأتي جولة وزير الخارجي الأمريكي إلى رواندا في إطار جولته الإفريقية الحالية والتي قام بها عقب ختم جولة المماثلة لنظره الروسي سيرجي لابروف في نهاية يوليو الماضي شملت أيضا عددا من الدول الإفريقية وكان بلينكين قد شدد خلال زيارته للكانغو الديمقراطية على ضرورة أن تعمل كل الدول على احترام وحدة أراضي الدول المجاورة مثمنا الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي بين كينيا وانجولا الولايات المتحدة تدعم جهود الوساطة التي يقوم بها الاتحاد الأفريقي لتوسط لحل الأزمة بين كينيا وانجولا كما تدعم جهودها لإعادة الأمن والاستقرار في شرق أنجولا يجب أن تحترم كل الدول وحدة أراضي جيرانها وجه وزير الدفاع الكورية الجنوبية لي جونغ سوب وزارته والوكالات التابعة بأعطاء الأولوية للاستثمار في بناء نظام ردع رئيسية في الوقت الذي تسعى سول فيه لتعزيز الدفاع وسط التهديدات الأمنية الكورية الشمالية وشدد وزير الدفاع الكورية الجنوبية على أن الاستثمار الدفاعي لكورية الجنوبية يجب أن يتم توجيهه أولا إلى بناء نظام الردع السلاثي المحاور ومنصة قتلية تتكون من أصول عسكرية معتمدة على البشر أو ذاتية القيادة حيث يتكون النظام الذي يهدف إلى مواجهة التهديدات النووية والصاروخية لكوريا الشمالية من منصة الضربة الوقائية كيلتشان أكد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا أن تخطي الوقت الحالي الذي يوصف بأنه الأصعب الذي تمر بها البلاد منذ عقود يحتاج إلى تطبيق سياسات حاسمة وفقا للقدرات والإمكانات المتاحة كان كيشيدا قد أجرى تعديلا وزريا مع تغيير مسؤولين تنفيذيين بالحزب الحاكم يأمل كيشيدا أن تماهد هذه التعديلات الطريق أمام إدارة مستقلة أو مستقرة طويلة الأجل لمواجهة ما وصفه بأنه أكبر التحديات في حقبة بعد الحرب بدءا من تدعيات كورونا والتضخم إلى حرب روسيا بأوكرانيا والتوترات المتساعدة عبر مضيق تايوان اتفقت الصين وبريطانيا على استئناف رحلات الركاب المباشرة بينهما وأشارت الصفارة البريطانية بالصين إلى أن الخطوط الجوية الصينية ستوفر في البداية رحلات مباشرة ولا يزال استئناف رحلات الخطوط الجوية البريطانية قيد التقدم كانت الصين قد أوقفت الرحلات الجوية من وإلى بريطانيا لأجل غير مسمى بأواخر عام 2020 بسبب مخاوف من ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا أعلنت لجنة الانتخابات بيكينيا أن نسبة المشاركة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية أمس بلغت 66% وأن نتائج الانتخابات الرئاسية ستعلن قبل انتهاء مهلة الأسبوع هذا وأظهرت النتائج الأولية لانتخابات الرئاسة احتدام المنافسة بين المرشحين الرئاسيين لدينا يتنافسان على خلافة الرئيس المتهية ولايته أهورو كينياتا وأظهرت النتائج أن كل من المرشحين نائب الرئيس بوليام روتو وزعيم المعارضة المخضرم رايلا أوذينجا حصل على 1.2 مليون صوت وهي نسبة تزيد قليلا على 49% لكل منهما ويتعين أن يحصل المرشح الفائز على 50% وصوت واحد اختتمت فعليات القفلة الطبية بالوحدة الصحية بحلايب جنوب البحر الأحمر ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي استمرت على مدار يومين وقال وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر إسماعيل العربي قال إن القفلة قامت بتوقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 316 حالة بمختلف التخصصات الطبية على مدار يومين حيث تم إجراء عدد 77 فحصا معمليا وتم إجراء عدد 31 أشعة وسنارا كما تم إجراء عدد 49 حالة كشف المبكر عن الأمراض المزمنة تم إجراء جميع الكشفات والفحصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمن يوصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قرى ومدني محافظة البحر الأحمر نضمت مدرية الصحة قافلة علاجية مجانية بقرية المرينا بأتبعا لمركز إدفو في أسوان ضمن المبادرة الرئيسية حياة كريمة ضمت القافلة عشرة تخصصات مختلفة إضافة لمعملي الدم والطفليات والأشعة العادية والسنار وتوافر أكثر من 130 نوعا من العلاج بالمجان وعمل أشعة رانين مغناطيسية ومقطعية وتم تحويل عدد من المترددين للمستشفيات التابعة للمدرية لإجراء جراحات متنوعة نحن النهاردة بنفس القافلة الطبية في قرية المريناب التابع على المركز إدفو بنفس القافلة الطبية على مدار يومين فكرة القافلة الطبية هي عبارة عن مستشفى ميداني متنقل ويدوم عشرة تخصصات طبية مختلفة معانا صيدلية فيها أكثر من 130 صنف بالمجان معانا أثنين معمل معمل التفعليات ومعمل الدم معانا خدمة الأشعة العادية ومعانا خدمة الصمار أما الآن فمع أخبار المال والأعمال مع فاطيمة خليل إليك فاطيمة شكرا دينة فكري شكرا رغض أبو ليلى وأهلا بكم مشاهدين وجولة اقتصادية جديدة أختمت بالقهرة أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة على المستوى الفني بالتوقيع على محضر للجنة ومذكرة تفاهم ما بين هيئتي المعارض بكل البلدين وأكدت وزيرة التجارة والصناع نفين جامع حرصت دولة المصرية على تنمية وتطوير أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دولة السودان الشقيقة في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة بما يخدم الطرفين ونقشت أعمال اللجنة التجارية المصرية السودانية المشتركة دراسة تعظيم الصدرات بالقطاعات الغذائية والزراعية إضافة إلى سبل تفعيل دور مجلس رجال الأعمال المصري السوداني والمراكز التجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة انتهينا الحمد لله من كل الأمور المتعلقة بحركة التبادل التجاري ما بين بلدين وعلى الجانب الآخر احنا بنسعى طبعا لتعظيم صدراتنا الأفريقية بشكل عام وأكيد أن احنا بنستهدف السودان كدولة شقيقة ودولة جوار بأنها يكون من مستهدفتنا في زيادة الصدرات مجرد توقيع المحضر تم توقيع مذكر التفاهم على هامش محضر الاجتماعات اللجنة ما بين هيئتين المعارض في كل الدولتين الغرض منها تيسير إقامة المعارض وخاصة بالنسبة لإقامة المعارض في السودان لعرض المنتجات المصرية سواء منتجات نهائية أو معارض غزائية بحيث أن احنا نفتح كثير من الأسواق وخاصة المنتج المصري بيلاقي قبول جيد جدا من المواطن السوداني وضع مميز في التبادل التجاري لاحتياجات مصر لسلع من السودان واحتياجات السودان لسلع من مصر وخدمات وعلاقات متطورة احنا كحكوميين بنحاول بقدر يمكن أن نزل العقبات لرجال الأعمال والقطاع الخاص بحيث أنه هو التبادل التجاري بين البلدين يكون أكبر من ما هو عليه الآن وققنا الاتفاقية الاتفاقية هادية إلى سبل تسهيل إجراءات وتدابير التجارة الخارجية بين مصر والسودان ونحن اتفقنا على أن نزيل كل العقبات التي يتعلق أو التي تعيق التجارة الصادرات والواردات بين الدولتين هذه الإجراءات التي تمت أو الاتفاقات التي تمت اليوم سيعمل إلى إزالة العقبات وهيزيد من حجم التبادل التجاري بين مصر والسودان وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية بروتوكول تعاون للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة في أنشطة الوزارة وأوضحت الوزارة أن البروتوكول يأتي في إطار التوجهات الرئاسية بإنشاء شبكة الطوارئ والسلامة العامة لتكون العمود الفقري لاتصالات الجهات الإدارية بالدولة وتعميم استخدام خدماتها وإمكاناتها وتطبيقاتها لتحقيق السيطرة الكاملة والتعاون بين جميع الجهات المعنية في إطار شبكة لاسلكية متطورة مؤمنة بالكامل في إطار التوجهات الرئاسية بالاهتمام بالثروة الحيوانية تابعت وزارة الزراعة استصلاح الأراضي آخر مستجدات عمليات التحصين من الحمى القلعية والوادي المتصدع والتأمين على المواشي وأشرت وزارة الزراعة إلى أنه تم إعطاء أكثر من ثلاثة مليون جرعة تحصين حتى الآن من خلال الحملة القومية لتحصين المواشي ضد الحمى القلعية والوادي المتصدع والتي بدأت في الرابع عشر من يوليو الماضي في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة المواطنين ارتفعت قيمة صادرات مصر من الصناعات الغذائية بنسبة 2.4% خلال نصف الأول من العام الحالي لتسجل نحو مليارين ومائتي مليون دولار بزيادة قدرها نحو 51 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي أكد المجلس التصدري للصناعات الغذائية أن الصادرات الغذائية اتفعت شهر إبريل من العام الحالي بحوالي 377 مليون دولار محققة نسبة نمو في القيمة 2% مقارنة بصادرات إبريل 2021 إلى البرصة حيث أنهت المؤشرات الجلسة على التباين إذ تراجع المؤشر الرئيسي في حين ارتفع مؤشرات إي جي أكس 70 وإي جي أكس 100 ارتفع رأس المال السقي بنحو مليار ومائة وخمسين مليون جنيه ليغلق عند مستوى 666 مليار وخمسمائة واربعين مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات فتح مؤشر إي جي أكس 30 عند 9968 نقطة متراجع بنسبة 3 من 100% ليصل إلى مستوى 9965 نقطة كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي أكس 70 عند 1098 نقطة متفع بنسبة 76 من 100% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة كما فتح مؤشر إي جي أكس 100 عند مستوى 201917 نقطة متفع بنسبة 5 من 10% ليغلق عند مستوى 2932 نقطة إلى أسواق العملات حيث تبنت أسعر عملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 19 جنيه وتسعة قروش للشراء وتسعة عشر جنيه وسبعة عشر قرش للبيع أما بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى تسعة عشر جنيه وثمانية وخمسين قرشا للشراء وتسعة عشر جنيه وستة وستين قرشا للبيع بالنسبة لسعر الجنيه الاستليني وصل سعره إلى ثلاثة وعشرين جنيه واربعة عشر قرشا للشراء وثلاثة وعشرين جنيه واربعة وعشرين قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية وصل سعر الدرهم الإماراتي إلى خمسة جنيهات وتسعة عشر قرشا للشراء وخمسة جنيهات واثنين وعشرين قرشا للبيع بالنسبة لسعر اليورو وصل سعره إلى خمسة جنيهات وسبعة قروش للشراء وخمسة جنيهات وعشرة قروش للبيع في أسواق المعادن أن فيسا استقارت أسعار الذهب لتسجل نحو 1794 دولار للأقية محليا تسجل عيار الذهب 18 نحو 907 جنيهات أما بالنسبة لعيار الذهب 21 فقد سجل نحو 1058 جنيه وهو الأكثر مبيعا أما بالنسبة لعيار الذهب 24 فوصل سعره إلى 1209 جنيهات بالنسبة للسعر الجناه الزهب وصل سعره إلى 8466 جنيه ارتفعت المؤشرات الرئيسة في وول ستريت ارتفاعا حادا عند الفتح إذ أدت بيانات أظهرت زيادة أبطأ من المتوقع في التضخم الشهر الماضي لتقليص رهانات المتعاملين على زيادة ثالثة على التوالي لأسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في سبتمبر صعد المؤشر داو جونس الزناعي عند الفح بنسبة 1.9% وفتح المؤشر ستاندر أنبوز 500 على اتفاع بنسبة 1.42% في حين تقدم المؤشر نزداك المجمع بنسبة 2.4% أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن المغزون الخام في الاحتاطير البتروليلي استراتيجي للبلاد تراجع الأسبوع الماضي لأدنى مستوى منذ أبريل 1985 وأوضح حتى إدارة المعلومات أن مغزون الخام في الاحتاطير البتروليلي استراتيجي الأمريكي هبط من 5 ملايين و300 ألف برميل إلى 464 مليون و560 ألف برميل مشاهدين نهاية هذه الجولة الاقتصادية عودة مرة أخرى لدينا ورفضة الاستكمال ما تبقى من السادسة شكرا لك فاطمة خليل انتهت نشرة السادسة هذه تذكرة بأبرز العنوين رئيس الوزراء يتابع تنفيذ تكلفات رئيس السيسي بتعظيم القيمة المضافة للخامات وثروات التعدينية المصرية الجيش الصيني يكمل مهامه حول تايوان وبريطانيا تستدعي سفير الصين بسبب التصعيد الرئيس الأمريكي يؤكد أن التضخم ببلاده بدأ في اعتدال ويطالب بمزيد من العمل لتيسير حياة المواطنين نهاية النشرة قدمناها لحضراتكم من التلفزيون المصري إلى اللقاء نهاية النشرة